السماوات السبع أو سبع سماوات يعني مرتبطتين تكررت بالضبط سبع مرات في القرآن فقط ليس ثمانية وليس ستة هل هذا مصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلامه الله سلامه كل بشر أبداً أبداً ألوان الطيف الضوء سبعة هل تشك في ذلك؟ نعم طبعاً لراه أمامنا حقاً نعم نعم كلمة ألوان في القرآن ذكرت سبع مرات بالضبط يعني اقشعر جلدي وإقشعر شعري الآن سبحان الله يعني عجيب هذا الكلام سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربي تبشر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أراد المشككون أن يطعنوا في قرآننا الكريم فقالوا إن نبيكم لم يكن أميا فرد عليهم القرآن الكريم لعلم الله أن نياتهم خبيثة فقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في آية كريمة تضحض كل مشكك يقول الله تبارك وتعالى وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطُلُونَ صدق الله العظيم فأمية النبي صلى الله عليه وسلم هي قمة الإعجاز وحلقة اليوم نرحب فيها بداية بالدكتور عبد الدائم الكحيل مرحبا بكم دكتور في لقاء متجدد يا أهلا والسلام مرحبا بكم في برنامج أنزله بعلمي اليوم نبدأ كما تعودنا سؤال هل هناك في الآيات القرآنية يعني آيات أو علامات إعجاز وتحدي للبشرية من ناحية موضوع الآجاز العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين في كل كلمة هناك معجزة سأقول لك كيف القرآن الكريم كلام الله المقرؤ صحيح والكون هو خلق الله المنظور جميل فإذا ما درست القرآن ودرست الكون يجب أن تجد تطابق بينهما تطابق كامل مثال على ذلك مثال بسيط جدا كم عدد السماوات سبعة نعم هذه حقيقة قرآنية نعم نذهب إلى الكون نجد كل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات فقط لا يمكن أن يكون هناك طبقة ثامنة سبعة إذن البناء الكون قائم على ماذا؟ على رقم سبعة عجيب كل أنت تعلم وحدة البناء الأساسية للكون الظرة الظرة نعم كل ذرة من ذرات الكون من ذرة الهيدروجين إلى ذرة اليورانيوم الذهب كله يتألف من سبع طبقات لا الله إلكترونية لا الله لو ذهبنا إلى القرآن من جديد بحثنا عن السماوات السبعة يعني بحثنا عن الرقم سبعة وعن السماوات كم مرة ارتبطتا مع بعض جميل عدد السماوات كم؟ سبعة سبعة إذا بحثنا سوف نجد أن عبارة السماوات السبع أو سبعة سماوات يعني مرتبطتين آه هذه أو تلك تكررت بالضبط سبع مرات في القرآن فقط يا الله ليس ثمانية وليس ستة هل هذا مصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم لا يمكن لهم كل بشرة أبدا أبدا ألوان الطيف الضوئي سبعة هل تشك في ذلك؟ لا طبعا تراه أمامنا حقيقة نعم نعم كلمة ألوان في القرآن ذكرت سبع مرات بالضبط يعني اقشعر جلدي وإقشعر شعري الآن يا دكتور سبحان الله يعني عجيب هذا الكلام ومن أين هذه التحليل الرقمي حضرتك قريبه من أين دكتور؟ هذه الدراسات دراسات وهناك برنامج إحصاء القرآن لمن أحب أن يتأكد موجود على موقعكم وإذا لم يقتنع فليفتح القرآن ويعد بنفسه يعد بنفسه وهذا برنامج مجاني أعتقد دكتور كما قرأت برنامج مجاني ومطروح واستفاد منه الكثيرون وأدق البرامج في إحصاء القرآن نعم نعم تكلم عنه الكثيرين نحن نعلم أن السنة تتألف من تلاتمئة وخمسين تلاتمئة وخمسة وستين يوما وربع تقريبا نعم ciواصل هناك كسور قليلة نعم ولكن الرقم الصحيح وهو تلاتمئة وخمسة وستين جميل إذن أين نجد هذا اليوم الذي هو 365 يوما في القرآن لنبحث عن كلمة يوم في القرآن نجدها قد تكررت بالمفرد ليس يومين أو أيام يوم بالمفرد تكررت بالضبط 365 مرة بعدد أيام السنة آمنت بالله العلي العظيم ومن يكذب هذا فليأتنا بالكلمة رقم 366 أنا وضعت إحصائية على الموقع جميل 365 مرة من يكذب فليأتني بالآية رقم 366 حقيقة يقينية كلمة يوم بالمفرد منفردة وهذا له سر بالجمع لها إعجاز بعد قليل طيب الشهر نحن نعلم أن أشهر السنة كم؟ الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرين 12 نأخذ نفس القياس كلمة شهر بالمفرد ليس شهرين أو أشهر شهر بالمفرد نحن نصير وفق ضوابط تكررت كلمة شهر في القرآن 12 مرة بعدد أشهر السنة آمنت بالله ومن يكذب فليأتني بالمرة 13 تحدي يعني تحدي أنا يعجز لساني عن الحديث يعني أنا أسمع كلام الله وإعجاز الله سبحانه وتعالى الله أكبر طيب دعوات أطلقت كثيرا مؤخرا قالوا إن القرآن لا يساوي بين الرجل والمرأة ويظلم كذا القرآن فيه لمحات يعني رائعة جدا عندما بحثت عن كلمة رجل بالمفرد انظر أنا أسير بمنهج ثابت نعم منهج ثابت نعم مساواة في القرآن مساواة بالأرقام طيب القرآن هو كتاب توازن يمنحك التوازن بين الدنيا والآخرة صحيح لا تطغى هذه على تلك ولا تلك على هذه نعم كنت بخير أمة نعم وغالبا ما تأتي آيات توازن بين الدنيا وبين الآخرة صحيح طيب أين نجد هذا التوازن في القرآن كنحية رقمية كنحية رقمية عجيب عندما بحثنا عن كلمة الدنيا في القرآن كله وجدناها قد تكررت 115 مرة جميل وعندما بحثنا عن كلمة الآخرة في القرآن كله وجدناها تكررت 115 مرة بنفس العدد تماما دكتور توازن توازن دقيق واحد يعني ماذا أقول يعني سبحان الله لدينا في القرآن الكريم أمثلة كثيرة جدا تتحدث عن الخلق والكون مثال خلق الإنسان يتم على سبعة مراحل معروف الطين النطفة العلقة المضغة العظام العظام اللحم ثم أنشأناه خلقا آخر كم؟ سبعة مراحل بنص القرآن نص القرآن ده حقائق قرآنية نعم ابحث عن عبارة خلق الإنسان أو خلق الإنسان يعني عن خلق الإنسان كلمة خلق أو خلق مع كلمة إنسان كم مرة اجتمعتها في القرآن؟ سبع مرات بعدد مراحل خلق الإنسان طيب الإنسان نحن نعلم هم بني آدم عبارة بني آدم في القرآن بالضبط سبع مرات ذكرت فقط بني آدم يعني الإنسان هم بني آدم طيب أنا الآن إذا بحثت في عالم يعني المخلوقات عالم الطيور سوف أجد تناسق وتوافق عجيب جدا بين الكون وبين القرآن مثال على ذلك مثال الشمس والقمر هناك دورة تسمى الدورة الاقترانية يجتمع الشمس مع القمر كل 19 سنة وفق نظام محدد يتكرر كل 19 سنة صحيح تدعى الدورة الاقترانية للشمس والقمر معروفة في علوم نعم نعم تتكرر إذن تجتمع الشمس والقمر مع يعني وضع معين فلكي هذا الوضع لا تراه إلا بعد 19 سنة ما علاقة زالت بالعجازة مدتها 19 نعم كلمة الشمس اجتمعت مع القمر في 19 موضعا فقط من القرآن يعني المشاهدين أنتم متحملين هذه الإعجازات التي تسمعونها نكمل يعني أنا أنا أقف يعني يعني كل ذرة في جسد أي إنسان لا أقول مؤمن أو غير مؤمن يسمع هذا الكلام وهذا الإعجاز في كتاب الله بهذه الدقة لا يسعه إلا أن أقول إلا أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الذي أنزل هذا الكلام بتلك الدقة فلو اجتمع أعظم مؤلف في العالم ليكتب كتابا يضع فيه كلمات بهذه الأعداد والتناسبات الدنيا والآخرة بني آدم خلق الإنسان الاجتماع الشمس والقمر لا يمكن لا يمكن إلا أن نقول أمنا بالله وحدك أمنا بالكتاب الذي أنزل وبالنبي الذي أرسل صلوات ربي وسلامه عليه أنزله بعلمه بعد هذا الكلام الذي سمعناه في الجزء الأول تذكرت قول الحق تبارك وتعالى أم يقولون افطراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفطريات دكتورنا نعود ونسأل يعني مناسبة الحديث عن إعجاز الرقم لماذا هذه الآية التي ذكرتها الآن وقرأتها على المشاهدين زكذا الرقم عشر بالتحديد سبحان الله كل رقم له حكمة يعني لا يضع عبثا في القرآن فالله تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن صحيح وتحدىهم أن يأتوا بسورة وتحدىهم ولكن هذه موقع هذه الآية أين نجده في القرآن يعني هناك دائما ترتيب محكم تحفنى دكتور نعم هذه الآية وردت في سورة هود عليه السلام عليه السلام ما ترتيب سورة هود سورة هود يسبقها من القرآن عشر سور هي السورة رقم 11 يا الله فبعد عشر سور عندما يعني تقرأ هذه العشر سور وتستوعبها يقول لك الله قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات انظر الدقة طب هذه الآية نزلت أين بمكة سبحان الله بينما سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة تقريبا في المدينة بقى كثير منها في المدينة ورتب القرآن طبعا وحي من توقيفي توقيفي نعم فكيف جاء موقعه هنا إذن أنزله بعلمه حتى ترتيب الآيات والسور محكم سبحان الله صلوات ربي وسلام وعلم ونزل علي كنت ذكرت كلمة يوم نعم تكرر 365 مرة بعدد أيام السنة نعم سألني أحدهم لماذا لم تأخذ كلمة أيام وعندما بحثت أين أجد هذه الكلمة وجدت أن الأيام القمرية القمر نحن نعلم الشهر القمري مدته 29 ونصف يوما تقريبا نعم وهذه الدورة الظاهرية تسمى الدورة الظاهرية للقمر لماذا لأن القمر يدور والأرض تدور نعم فيأخذ تقريبا يومين وربع زيادة سبحان الله أما الدورة النجمية أو الحقيقية التي اكتشفت حديثا للقمر هي 27 يوما تقريبا سبحانك يا رب القمر عدد الأيام التي يدور فيها القمر دورة كاملة حول الأرض إذا راقبته من خارج المجموعة الشمسية تمام تجدها 27 يوما ونيف كثور قليلة جميل كلمة أيام ذكرت 27 مرة بعدد الأيام الخاصة بالقمر تتقى وكلمة قمر ذكرت 27 مرة أيضا يعني كيف يحدث ذلك لو لم يكن هناك برنامج في القرآن مثل برامج الكمبيوتر الله أكبر كل كلمة مبرمجة مثال على ذلك في القرآن الكريم يأتي الليل النهار الشمس القمر قال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صحيح في آية أخرى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر نعم آية ثالثة وهكذا حتى تجد أن الليل يأتي قبل النهار نعم والليل إذا يغشى والنهار نهار إذا تجد خلق الليل والنهار نعم صحيح كله هكذا الشمس تأتي قبل القمر أيضا سخر الشمس والقمر هناك نظام نظام ثابت في طب لماذا هذا الترتيب يعني لماذا الليل أولا قبل النهار والشمس ثم النهار ثم الشمس ثم القمر تبين أن هناك نظام أشبه ببرنامج كومبيوتر موجود في القرآن عجيب الكلمة لو أخذنا هذه الأربع كلمات سوف نجد الكلمة الأكثر تكرارا بينها هي كلمة الليل تليها كلمة النهار ثم الشمس ثم القمر الأقل تكرارا رتبت في القرآن حسب نسبة تكرارها في القرآن الله أكبر سبحان الله عجيب 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 وهناك ترتيب كوني أن معظم الكون مليء بالظلام أكثر من 99% إذا أخذنا الليل كإشارة للظلام يملأ الكون صحيح الضوء أقل من 1% الذي نراه في الكون على فكرة أقل من 1% نعم مما نراه من المجرات وغير ذلك سبحان الخالق نعم الشمس هي دليل على النجوم وعددها أكبر من أعداد الكواكب النجوم أكبر أكبر أقل شيء الكواكب الباردة إشارة إلى القمر سبحان الله حتى ترتيب في الخلق يعني سبحان الله هذا هو الترتيب سبحان الله نعم طيب دعني أرى معك بنغة الأرقام لكي لا يشكك أحد بكلامنا تمام صدق هذه الحقيقة الرقمية الواضحة جدا التي لا يجادل بها أحد لا يجادل بها أن كلمة الليل تصور معي 92 مرة في القرآن كله ورقم سورة الليل 92 على الفكرة هاي على الهامش كلمة النهار 57 أقل كلمة الشمس 33 أقل كلمة القمر 27 بعدد أيام القمر نعم وكلمة القمر الدورة الحقيقية نعم إذن رقم سورة الليل يساوي تكرار كلمة الليل في القرآن ما هذه المصادفة والله إنها يا دكتور مقصودة للإعجاز لا بد وتنكشف في هذا العصر معيئة لعصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيش لهم انظر هذا هو القمر من كان يعلم أن الدورة الحقيقية هي 27 يوما تقريبا فاصل ثلاثة تكررت كلمة القمر 27 مرة تماما بعدد الأيام التي يدورها القمر حول الأرض أن لبشر أن يرتب هذا الترتيب لا يستطيع ثم سيأتي الآن بعد قليل إعجاز أعلى من هذا عندما تقوم بجمع الأرقام 92 زائد 57 زائد 33 زائد 27 الكلمات الأربعة تعطيك 209 ماذا يعني هذا العدد يعني لماذا 209 لماذا صحيح ليس 210 أو 208 ليه دكتور عبدالد لأن هذا له علاقة بالليل والنهار والشمس والقمر علاقة مباشرة بالدورة الاقترانية الكونية كيف دورة القمر تتكرر كل 19 سنة هذه حقائق علمية جميل القمر له دورة تتكرر كل 19 سنة جميل بينما الشمس تتكرر دورتها كل 11 سنة طيب طيب الآية تتحدث عن الليل والنهار والشمس والقمر هذه هي دورة الشمس كما يرسمونها تتكرر هذه البقعة الشمسية تعيد نفسها هذه منحنيات تدل على ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة على سطح الشمس والوهج الشمسي وهذا الوهج يتكرر نفسه كل إذا عش سنة الآن العدد إذا عش مضروب بـ 19 هو 209 عدد كلمات الليل والنهار والشمس والقمر يساوي دورة الشمس مضروبا في دورة القمر هذه حسابات رقميا معقدة ودقيقة ولم يصيرها العلماء إلا حديثا كأنها توحي لي أن الخليط الكوني والإعجاز الرقمي مصدره واحد هو الله سبحانه وتعالى حسنت يا دكتور الله لأن العلماء قالوا إن الكون بني على لغة الرياضيات والأرقام سبحان الله الكون بني على لغة الرياضيات معروفة هذه حقيقة نعم فلابد أن نجد هذه اللغة في كلام خالق الكون سبحانه وتعالى كذلك أحكمت آياته وكذلك كما أحكم آياته فهو من باب أولى قد أحكم كونه جل في علا سبحانه وتعالى الله يا دكتور يعني أنت بهذه المعلومات القيمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعز رمزان حسناتك وأن يجعلها كذلك يعني طريقا أيها الأحباء طريقا لنور الهداية نحن في عصر العولمة عصر الأرقام عصر التجذيب والتشكيك يخرج لنا باحثون أمثال الدكتور عبد الدائم وغيره ليبينوا للناس ما هو موجود حقيقة في القرآن من 1400 سنة لكنه انكشفت عنه الحقائق العلمية التي وصل إليها بنو آدم لا يسعنا أن نقول بعد هذه المعلومات الدقيقة إلا أن نشهد من قلوبنا بأن الله عز وجل هو الخالق القادر بأن الله عز وجل هو منزل القرآن هو منزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون العالمين نذيرا حبة الكرام في نهاية حلقتنا نشكر الدكتور عبد الدائم كحيل على هذه المعلومة التي أثارتني أنا شخصيا وجعلتني أجلس يعجز لساني عن النطق أمام هذا الإعجاز وكما قال الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة